مرحبا بتمنى تكونوا بخير اليوم راح نحضر سوا سينامون رولز بثلاث مكونات بس مكونات كتير بسيطة بدون تخمير بدون زبدة بدون بيد بدون منضيع وقتنا نحن وناطرين للعجينة لا تتخمر مرة ومرتان هايدي بدون ما نخمره ولا مرة نعمل العجينة بمكونات كتير بسيطة بس بثلاث مكونات ومنخبزها ضغرة ومنستمتع فيها طازة وطرية متل ما شايفين تعووا نشوف كيف اول خطوة بدي كوب من لطحين مع معلقة صغيرة من البايكينج باودر رح قلب هالمكونات مع بعض تقليبة بسيطة هلأ رح نزل عليهم حوالي 3 ارباع الكوب من اللبن الزبادي اللبن هون رح يحل محلل خميرة ورح يعطينا طراولة العجينة كتير مميزة رح قلب العجينة مكونات العجينة مع بعضها متل ما لاحظتم عم تلزق كتير رح ضف لها شوي من لطحين واستمر بالعجين لحتى احصل على عجينة متماسكة وطرية بنفس الوقت بتلزق شوي صغيرة بس ما بتلزق كتير هلأ هيدى العجينة رح خليها ترتح بس عشر دقاي قبل ما نحضر الحشوة بهالوقت عندي هون 40 جرام من الزبدة حوالي 3 معالق كبيرة من الزبدة دوبتهم ندفي صغيرة بالمايكرو ويف لحتى تسهل علي ان نقلبهم نزلت عليهم 4 معالق كبيرة من السكر البنة ومعالقة صغيرة من القرفة اذا مش متوفر السكر البنة فيكن تستعملوا السكر العادي هلأ هيدى مكونات الحشوة صارت عندي جاهزة رح اخلطها كتير منيح مع بعضها واذا لاحظتم انه كتير كتير مكبتلي وما عم تساعدكن منيح فيكن تحطوها 5 ثواني بالمايكرو ويف وبتصير عندكن جاهزة هلأ رح رش على السطح شوية اطحين ورح رش كمان على العجينة رشة بسيطة لانه متل ما قلت العجينة بتلزق ندفي لتعطينا قوامة طرية بعد الخبز هلأ رح بلش مدة بشكل مستطيل بالطلوب العرض بس طبعا ما منمدة ومنخليها رقيقة كتير منخلي فيها شوية سماكة لحتى تعطينا القوامة المطلوب من بعد ما نخبزها من بعد ما فردت بشكل مستطيل هلأ رح اخد الحشوة ورح افردها على كل العجينة متل ما بنعمل السينامون رولز العادية هلأ بأي معلقة او شوكة رح مد الحشوة كل ياتا وهلأ معلقة الا لف هالعجينة متل السينامون رولز العادية وصدقوني بتطلع معكم بعض قطيب وقطيب من السينامون رولز الاساسية واذا لاحظتم مكوناتها كتير كتير بسيطة وسهل تحضيرها رح استمر انا باللاف لحتى لفها كل ياتا للعجينة بنفس الطريقة وشوي شوي لحتلزق معكم ندف صغيرة بس ما كتير تكتروا طحين حتى ما تطلعناش في بالاخر بس وصلت على الاخر رح سكر الاطراف منيح ورح ارجع اقلبها على الميلة التانية لحتى اقدر قطعها بسهولة متل ما شايفين هلأ صارت جاهزة انها تتقطع وهون بقى حجم اللي قطعها قد ما انتو بتحبو انا جبت هون خيط قطن ورح اخد قطعها بالخيط لحتى حافز على شكلها من بعد ما تنخبز لانه اذا حنقطعها بالسكين رح تاخد شكل ما كتير حلو متل ما شايفين قطعتها بالخيط ورح اخد القطعة التانية كمان الحجم قد ما انتو متل ما ذكرت بتحبو حجما يكون بالخيط بهيدا الطريقة بكل بساطة بتطلع معكم شكل السينامون رولز كتير حلوة حطيتهم بسونية متل ما شايفين العجينة صغيرة طلعت معي بهيدا الشكل هلا ما بعد ما قطعتها طلعوا معي خمس قطع بحجم وسط وحسب ما انتو بتحبو الحجم رح حطها بفرن حامي من قبل بوقت على حرارة 180 رح تاخد من 25 ل 30 دقيقة وحوالي دقيقتين ل 3 دقايق بس ولعت شوية من فوق وبتكون صارت عندكن جاهزة انها تتقدم هي وصخنة رح نحضر للسوس عندي هون 4 ملايق كبيرة من السكر البودرة رح نزل عليهم حوالي المعلقتين كبار من الحليب السائل وهي اصلا حسب النظر بتلاحظوا بس تلاحظوا عندكن صار سوس سميك يعني السوس صار جاهز ومتل ما شايفين بيشبه الحليب المكسف المحلة بس حضرناه بمكونان اتنان واخر شي هن وصخنين رح نزل السوس على السينامون رولز بهيدا الشكل ورح نستمتع فيها هي ودافية طبعا لانه بتعطينا الطعم المطلوب هي وطازة بتضله طرية وكمان طعمها مثل يلي منشتريها من بره وحتى بعد اطيب واطيب رح نشيل وحدة بس لحتى تشوفوا قديش شكلها بيشهة وطرية مثل يلي منشتريها من المحلات وشكلها عن جد عن جد بيفتح النفس بتمنى تكونوا حبيتوا وصفتنا لليوم يلي هي اسهل سينامون رولز بتلات مكونات بس ومع سوس كتير سريع ولذيذ بتمنى تجربوها وعطوني رأيكم فيها بكمنت وانا بشوفكم بوصفات بعض اطيب